يقول عمري الآن سبعين سنة ولم تكن عندي ثقافة دينية وعندما بلغت كنت أأكل وأشرف في السنوات الأولى والآن أنا مريض فماذا علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من القيام السهر والتعب يعني قضية الصيام هذه من المفروض أن نفقها أبناءنا في الصغر عليها ولهذا مسؤولية الآباء مسؤولية كبيرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يجب على الآباء أن يثقفوا وأن يفقهوا أبناءهم في هذه الأمور وخصوصا أن هذه الأمور من المعلوم من الدين بالضرورة الواجب تعلمها يعني ينبغي للأب أقل شيء أن يدرس ابنه الصغير مختصر الأخضر في الفيق رسالة ابن أبي زيدن القيرواني العشماوية فهذه الكتب فيها المعلوم من الدين بالضرورة التي لا يعذر الشخص بجهلها شوف هذا الرجل يعني الآن عمره سبعين سنة يقول لك يكون صغير ما كنتش نعرف وانه فاحتلم وبلغ البلوغ لكنه لم يعرف بأن الصوم فرض عليه وخصوصا يعني بعض الناس ممن عايشوا الفترة الاستعمارية في عهد فرنسا مثلا يجهلون الكثير من الأحكام الشرعية وبداية الصحوة يجهلون الكثير من الأحكام الشرعية لكن الحمد لله الآن هذه القضايا أصبحت بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي معروفة من بالغ وجب عليه الصوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها عن الصبي حتى يحتلم فإذا احتلم جرى عليه القلم ووجبت عليه الصلاة وواجب عليه الصوم والزكاة والحج هذا يصير مكلفا وهذا الآن هذا يقول كنت صغير ولم كنتش نعرف والو ولم يجد من يعلمه ولذلك فإن شاء الله إن شاء الله نفتي له كما أفتاء الكثير من الأساتذة بالعذر بالجهل شاء الله يكون معذور بالجهل قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لا يعذب الله الناس إلا إذا قام عليهم الحجة والمشكلة يعني تبقى مشكلة عند الفقهاء هل يعذر في هذه الأشياء يعني وهي معلومة من الدين بالضرورة أو لا يعذر وهذه مسألة نسبية عند العلماء ولذلك يعني خصوصا في هذه العصور المتأخرة وفي زمن الاستعمار وفي زمن الجهل إن شاء الله يكون معذورا بإذن الله عز وجل ولذلك يجب عليه القضاء إن شاء الله ولكن هذا الأخ يقول لكنني الآن عاجز عن الصيام فيطعمه عن كل يوم مسكينا يكفيه وكان الواجب عليه عندما علم الحكم الشرعي أن يبادر إلى الصيام وأن لا يؤخر ولهذا أنا أنصح الإخوة كل من تعلقت بذمته واجب أو حكم شرعي ينبغي له أن يبادر في فعله لأنه لا يدري ماذا يحدث له في المستقبل من مراض أو موت فالإنسان لا يدري وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسه أي أرض تموت وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر له وهذا الشخص أنا أنصحه بالإكثار من الصيام والصدقات فإن الحسنات يذهبنا السيئات إن شاء الله بنسبة شيخ ترجمة نانسي قنقر